في حكاية في حكاية حاولت مع زميلي في الاعداد نجيب لحوالكم تفاصيلها كاملة كاملة عشان في كلام يمين اوي في كلام يسار اوي فقولنا نجيب لحوالكم الخلاصة بتاعت الموضوع بدأ الناس كتير اوي واعلميين وصحفيين والناس على السوشيال ميديا كل الناس تتحدث عن رمضان صبحي قد يعود للنادي الاهلي رمضان صبحي قد يعود للنادي الاهلي ايه الحكاية ايه مصدر الحكاية كلام ده شعات ولا كلام بجد طب هو رمضان اللي عايز يرجع ولا الاهلي اللي عايز يرجع رمضان اسمعوا الحكاية الحكاية بدأت منين بدأت من جلسة ودية قعدة ودية بين اتنين اصدقاء مجموعة اصدقاء وكان فيهم رمضان صبحي واحد اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي فبيحذروا انت مش ناوي ترجع الاهلي تاني اه طبعا انا حب ارجع الاهلي انا قلت اكتر من المرة انا الاهلي في قلبي واهلي هفضل منتميل وانا حب ارجع النادي الاهلي طبعا ترجع الاهلي فبدأ الكلام يوصل وكأنه مفاوضات بين الاهلي ورمضان صبحي والكلام ده مش مظبوط هو الكلام الحقيقي بالتفصيل ومش معايا واحدة واحدة في اتنين اعضاء من مجلس ادارة النادي الاهلي حابين انه رمضان يرجع بس بصورة معينة باعتذار بالتمهيد للجماهير وخلافه باقي اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي اللي هو الرقم الاكبر يعني لا رفضين الفكر طيب رمضان صبحي نفسه نفسه مش صاحب القرار هو صاحب القرار في هذا الامر بيرامدز يعني حتى لو رمضان عايز فبيرامدز هو اللي هيقول وبرامدز لما وقع مع رمضان صبحي كان موافق له على فكرة انه يخرج برمص لو حب يخرج برمص ده كان الاتفاق مش انه يرجع النادي الاهلي فهل بيرامدز اصلا هيوافق صعب هل رمضان صبحي هيعتذر ما عرفش هل النادي الاهلي كمجلس ادارة بالكامل هيبقى عايز رمضان صبحي يرجع الفريق دلوقتي لا دلوقتي لا وانا بقيت جدا ليه عشان ما عرفش اللي في علم الغيب الموسم القادمة لكن بتكلم على الموسم ده لا لا قليه اقولك لا قليه ده اللي جاي من ادارة النادي الاهلي رأي الاغلبية لا قليه اول حاجة انه في غضب جماهيري كبير ما زال قائم على رمضان صبحي يعني امور ما بردتش ما هيديتش ده الكلام ده كان الموسم اللي فات السنة اللي فاتت طب السنة اللي فاتت كان حصل ايه السنة اللي فاتت كان رمضان مشي من النادي الاهلي بعدما الاهلي استعاروا مرتين ودفع فيه فلوس كتيرة ورجعوا المستوى وكان الاهلي بتفوض معاه وقال له هتاخد الفلوس اللي انت عايزها والراجل راح بيراميز عشان هو كان عايز يروح بيراميز عشان كان زعلان من النادي الاهلي في حاجات هو قال في حوارات إعلامية أنه مش عايز يحكي عنها ولكن قال أنه مثلا في خسار الساندونز اللعيبة كلها تخصم منها 10% وأنا تخصم مني سنتين فأنا مش عجبني الوضع دلوقتي في النادي الأهلي الوضع اللي ما كانتش عجب رمضان صبحي في النادي الأهلي هو ما زال قائم في النادي الأهلي هو نفس مجلس الإدارة فما فيش أمور يتغيرت طيب النادي الأهلي وهو رمضان ماشي كان متضايق ومستأجد ده أنه رمضان بعد ما عملوا معاك كل ده مش من النادي هل الإدارة نست سنة صعب صعب فدي الحكاية أنه كل القصة أنه فيه اتنين شايفين أن رمضان ممكن يرجع في مجلس إدارة النادي الأهلي رمضان حابب يرجع النادي حيبقى حابب طول الوقت يرجع النادي الأهلي يعني رمضان لو طلع دلوقتي في حديث إعلامية قالك لا لا ما فيش كلام من ده خالص وما فيش كلام ده حصل صح وما فيش حاجة رسمية حصلت وما فيش أصلا حوار حصل حوار جاد يعني حصل ما بين رمضان الصبح وما بين النادي الأهلي هي كلها مناوشات من بعيد كده جس نبض للكل رمضان نفسه حابب النادي الأهلي طبعا واحد من أمداني النادي الأهلي وهو نفسه قال قبل كده في حوارات كتيرة أنه بيعشاء الأهلي وهيفضل يعشاءه طول عمر بيحب النادي الأهلي طبيعي منطقي يعني النادي الأهلي مش هيرجع رمضان دلوقتي المعلومة اللي بقولها لك دلوقتي هي هي بنسبة 100% 100% بعد والله اتهاد وتعب نحنسأل أكتر من طرف خد بالك في الأمور اللي زي دي ممكن يحصل إيه يحصل مثلا نبقى سخنين قوي ونقول لا مستحيل رمضان يا إزاي وما ينفعش ممكن الأمور تهدى بس دلوقتي قالك لا ليه لأ دلوقتي كمان الأمور في النادي الأهلي مش مستقرة مية في المية انت بتضع على جهاز فني وبتضع على اللعبين جماهير غاضبة على موسم مش كويس فأنت كمان مش هتزود الغضب ده أكتر بلاعب كانت الجماهير زعلنا منه فالموسم ده لا ممكن تعمل ده وانت فرحانه مبسوط يعني مستك نسبان بطول لا بطولتين زي أفراقيا كده فدي تقول للناس تم نجيب بقى رمضان وخلاص والراجل أتذر ويرجع تاني النادي فساعتها الجمهور ممكن يتقبل لكن دلوقتي مش هتقبل هو إدارة النادي الأهلي اللي بتقول كده مش أنا أنا بالنسبالي رأي عام مش رأي مشجع رأي عام بقى أنا مش هقول رأي مشجع الرأي العام أنه الراجل مشي بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي بعد نهاية العارة من النادي الإنجليزي فهو ما فسخش العقد إجبارا أو كهرا قدام النادي الأهلي هو عقده خلص فرح شاف العرض المناسب بالنسباله احترافية يعني فبالنسبالي رمضان ما أجرامش بس الكواليس هي بقى اللي ما نعرفاش كلنا هو إزاي الأهلي حاول معاه للآخر وإزاي الأهلي ساعده واجتهد إنه ياخده إزاي الأهلي ساعده دي الحاجات اللي مزع على النادي الأهلي لكن الصورة العامة لو حد من بره خالص من بره مصر بس أصورها أنتو زعينين ليه ما هو الراجل خلص عقده فرح نادي تاني وحاب يرجع النادي ده تاني لما خد الفلوس اللي هو عايزها وده الاحتراف وخلافه حاجات النفسية والمعنوية والقيم والأخلاقيات وخلافه أنا بس القصة بتاعت إنه الناس تتحدث عن القيم والبدأ إنه رمضان هداء اللي بس اللي عندي فيها خلاف إنه هو الراجل خلص عقده بس بس أكيد الطريقة اللي مش بيها من النادي الأهلي هي مش طريقة لا مردية لمجرس دارة النادي الأهلي ولا مردية لجمعين النادي الأهلي بس هو ما عالش جريمة كبرى يعني يعني مثلا يعني في لعبين مشوا من النادي الأهلي وهم فسخين عقدهم من طرف واحد دول دي مشكلة كبيرة سابوا الفريق في نص الموسم دي مشكلة كبيرة بس انت لو بتخلص عقدك زي ما أنا قلت على فكرة أنا قلت كده على أشرف من شاري والزمالك بصراحة عمل معه باحترام أيضا إنه أشرف خلص عقده أشرف شاري أخلص عقده مع نادي الزمالك فالجمهور اللي كان غضبان منه أو اللي زعمل منه أو حتى حد في نادي الزمالك زعمل منه مش منطق إنه راجل لعب لآخر مباراة في عقده ما جاش مثلا في نص الموسم قال تبو الله أنا ماشي والله أنا كده كده عادي أخلص أخير الموسم ودوروا علي كمل نفس الكسة رمضان أحمد فتحي اللعيبة اللي بتخلص عقده أنا ما عندهش معاه مشكلة أنت حر تشوف اللي أنت عايزه وتفكر فيه في المستقبل خلاصة خلاصة بعد كل ده رمضان مش هيرجي عن نادي الآهلي رمضان صبح مش هيرجي عن نادي الآهلي الموسم ده لا أكتر من سبب لا برامد هيسيبه لا رمضان هيعتذر لا النادي الآهلي هيقبل إن رمضان ييجي دلوقتي الفريق ده ببساطة شديد عشان بقى اسمع بقى واسمع فيديوهات واسمع أخبار وقراء وعمل كل الكلام ده كله كل واحد هيحاول يحط الاجتهاب بتاعه بس رمضان مش هيرجع الاهلي الموسم ده ونتقابل مع بداية الموسم